يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائما الترتين للذكر والتنزيل قد خصك الرحمن بالفضل والريحان يا حامل قد خصك الرحمن بالفضل والريحان يا حامل تنظيل الكتاب من الله الأزيد الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالأد وعجل مزمى والذين كبروا أما أنذروا معرفون قل أرأيكم ما تدعون من دون الله أروني أروني ماذا خلقوا وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصلام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك رفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد بواد غيذ ذرع عند بيتك المحرم نورا على مر الزمان تبلقا وأضاء لي الدنيا طريقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نورا على مر الزمان تبلقا وأضاء لي الدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب من هل أنعم به من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلقا أضطوبا لمن حفظ الكتاب بصدره فبدى وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجام تدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا يا حافظ القرآن راتل آيه فالكل أنصت للتلاوة مطرقا يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا ماذا يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب ربك في الفؤاد تمسكا يا أمة القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا نغرقا ولتجمعي حول الكتاب شتاتنا حتى نزيلتنا حرا وتفرقا ولتجعليه محكما في أمرنا وثقي بوعد الله أن يتحققا يا أمة القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا نغرقا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة